موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير ها نحن نصل إلى المرسى للمحطة الأولى والمرحلة الأولى من مراحل هذا البرنامج وقد قضينا معا ستة أشهر بالتمام والكمال أشكر لكم فيها حسن تفاعلكم وريحيتكم وعدم تقصيركم بتزويد بما في خواطركم من ملاحظات ونصح ستخصص هذه الحلقة الأخيرة للموسم الأول للاستماع إلى ملاحظاتكم وأسئلتكم وسأجعلها يعني شبه مفتوحة غير أنني أعددت لكم فيها خاطرة أود أن أقرأها لأنني مشغول هذه الأيام أو ربما عجزت بحيث أنني لم تعد ذاكرتي بتلك الجوذة أقول وبالله التوفيق أن الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم من صلاح الحال وراحة البال وميزه عن بقية خلقه بالمشيئة واختيار الأعمال لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم سائر الخلق أما الإنس والجان فهم يقول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا إذن ميزه خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم من صلاح الحال وراحة البال وميزه عن بقية خلقه بالمشيئة واختيار الأعمال فلما عصاه بدت له سوأته من شهوة وانفعال وهذا محل الجهاد في الدنيا من شهوة وكلا الأمران سوأت عندما يطغى الإنسان أو يتجاوز أو لا يعرف كيفية الترويض نقول لما عصى بدت له سوأته من شهوة وانفعال وهبط معهما لدنيا أو حال لكن الله الرحمن ذو العزة والجلال زود الإنسان بمنهج إصلاح البال سبحانه رعيم أنزله وأنزل الإنسان خلنا قلنا بطعة منها جميعا فلما هبط أبوانا إلى الأرض كانت معهما العدة لإصلاح البال من صبر وذكر واختيار لصالح الأعمال لذا نوصيك ألا تشقى أيها المشاهد الكريم لأن للسعادة الصناعة ولراحة البال آليات حرصنا أن نبينها فيما مضى من شهور فالسعادة صناعة أنت تملك مفاتيحها وكذلك صلاح البال عش اللحظة عش اللحظة هي لحظة إن أحسنت إدارتها سعدت وإن شغلت عنها بشيء قد فاتك تتحسر عليه فيما مضى أو شيء غير آت تتشوف له فيما هو آت لكنك أضعت لذة العيش الآنية الآن الآن أي لحظة هذا الآن عندما لا تحسن تركيب العدسة فيه وعمل التركيز الكافي لالتقاط صورة المشهد الحالي اللي أنت تعيشه نحن حياتنا لحظات سعاداتنا لحظات عندما نفوتها بالتفكير فيما لم نحصل عليه نبدد وقتنا الحالي ومتعنا الحالية بشيء لم نحصل عليه لأنه نتحسر تقتل الحسرات كثير من الناس تسكنهم أسرة المستشفيات أو غرفهم مكتئبين أو ربما وسدتهم التراب في المقابر بسبب أنهم يجترون آلاماً ولا يحسنون عيش اللحظة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وله دواء شوف شوف الحديث يعني ما أقواه وما أقواه معاني الأمل فيه أحسن الظن بالله اليأس أخ الكفر شوف ديننا فيه إيجابية قسرية قالك اليأس يقول الله سبحانه وتعالى لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون اليأس صنو الكفر أخوه وشقيقه فإن يأست كفرت فابتعد عن الكفر بإحسان الظن بالله وبالتفاؤل وباستغلال ما وهبك الله من طاقة واستثمار لكي تسعد تعلم الآليات رمضان قريب الله يعيد علينا وعليكم بالخير والرحمة نتشوف إليه سعيدين فرحين به لأنه شهر الآليات شهر الآليات تصوروا أن هذا الخصم العنيد اللي اسمه النفس واللي اسمه يعني المعاصي واللي اسمه الشهوة الجامحة واللي اسمه الانفعال المضطرب هذا الخصم العنيد رمضان هو ميدان ترويضه يا إخوان ويا أخوات فرض الصوم للتقوى كتب علينا الصوم ليش لعلكم تتاقون تصوروا وهذه والله خاطرة أهديها لكم اليوم يعني اخترأت في بالي أنا بأعتقد أن الله عز وجل لما دعانا للتقوى وأمرنا بها أعطانا أدواتها كاملة أعطانا مكتبة كاملة أعطانا عدة كاملة صندوق عدة كاملة لضبط تلك التقوى تدني شنه هذه العدة اليوم اكتشفت صندوق العدة الخاص بالتقوى شنو فيه؟ فيه الانفعالات إن من جند الله التي يسر بها على عبده التقوى هو الانفعال المهذب إيش التقوى؟ خوف والخوف انفعال لذلك العاقل يخاف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يخاف مقام الله جل وعلا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج أي أسرع في الظلمة ومن أدلج بلغ المنزل إذن الانفعال جندي مسخر يدلك على التقوى الخوف أحد الانفعالات الانفعال الثاني الحزن يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لحزنتم كثيرا أو لذلك لا ضعكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تمتعتم ولا ما تمتعتم بالنساء على الفرش الحزن جندي من جنود الله جل وعلا عندما تأخذ منه بمقدار وتجعل الغلاف الطبيعي لفطرتك غشاء من الحزن يذكرك بأنها الدنيا وأن المقصود أخرى إذن هذا انفعال آخر خادم لك إن أنت أحسنت الأخذ منه بمقدار يا أخواني الانفعالات مثل البهارات لا تكثر حط منها الشيء اللي يعطي الحياة طعم قذ منها ما لا يهلك نأتي بعد ذلك إلى الغضب ومن لم يتمعر وجه أو يغضب إذن تهكت مهار من الله فهذا هو يعني الجماد سواء إذن إذن عندما يكون هناك غضب لله غضب لدماء المسلمين التي تسفك ولحرماتهم التي تسفك يحركك هذا الغضب لتعمل عملا إيجابيا فأنت قد استثمرت في انفعالاتك استثمارا إيجابيا واستثمرت في هذا الجندي من جند الله عز وجل الذي هو من تحت قيادة التقوى يدلك عليها ويزيد من جرعتها عندك إذن هذا هو انفعال ثالث أنت تستخدمه بتعقل وتحسن إدارته حتى تزيد من التقوى الأخير أو ليس الأخير عزلنا في الانفعالات الانفعال الذي يلي ذلك هو أشعر بالذنب يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس لوامتي نعم يجب أن يكون هناك لوم للنفس يقود إلى الاستغفار والتوبة والأوبة وطلب المحو من الله سبحانه أن يمحو ذنوبك وأن يعفو عنك تمام إذن هو جندي آخر الشعور بالذنب شعور منتاز إذا أنت أخذت منه بمقدار ووظفته توظيف إيجابي لا أن يهلكك ويدمرك ويحولك إلى إنسان موسوس وإنسان يعني يستغلك بنحولك من الخبثاء بسبب تحريك هذه ضعف لديك هذا ضعف أحيانا شعورك بالذنب الدائم هذا ضعف يحرك الباب يروح يشعرك ابنك بالذنب أنت ما تحبني أنت كذا أنت مقصر ويشوف الناس يحبون عيالهم أنت ما تحبني أو يستغلك زوجك أو يستغلك ما يستغلك الناس اللي عنده ميل للشعور بالذنب يستغلونه لكن لا خذ منه ما يرقى بك وما يوصلك إلى بر الأمان تمام ثم بعد ذلك المان يسميه الحسد وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في الثنتين أقصد فيه الغبطة أقصد فيه شعرت بالتنافسية مع من هو أعلى منك في العبادات عندما يحرك هذا فيك شيئا لتنافسه وتنطلق مع السابقين وتكون من السابقين السابقون السابقون أولئك المقربون تمام هذا الشيء يحركهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإذن هذا شعور عندما تستخدمه استخدام سيء فأنت قد أسأت لنفسك وأسأت للآخرين الحسد ما في خير ولكن لا بأس بحسد أو غبطة من غير تمني زوال نعم الآخرين والنظر إليهم لتستخدمهم حافزا ومثيرا لك لتنطلق رمضان هو شهر تضبيط الانفعالات ومعمل تهذيبها حتى نأخذ منها بالمقادير التي تزيد من جرعة التقوى لدينا فإذن قلنا الغضب وقلنا الخوف وقلنا الحزن وقلنا أشعر بالذنب وقلنا هذه كلها فعالات يسمونها سلبية أو سلبية بهذا المنظور بهذا المنظور هي إيجابية ثم بعد ذلك التنافسية أو الحسد الإيجابي إن صح التعبير أخذ هذا الفاصل ثم أعود لأكمل وأفتح المجال للحوار وأرحب باتصالاتكم فاصل ثم أعود قلنا أن الانفعالات السلبية هي جنود كذلك الانفعالات الإيجابية هي جنود فالفرح والسرور جدير بالمؤمن ألم ألا ترون إلى أن رمضان ينتهي بفرحة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم فرحتان أو للصائم فرحتان فإذن الفرح بعد تحقيق الطاعة مشروع قل بفضل الله وبرحمته فلذلك إيش فليفرح والفضل لله عز وجل أولا وآخرا الشعور الآخر هو وسأختم بآخر الشعور لأن أعتقد هو ثمرة الإيمان الشعور الآخر والفخر ومما زادني شرفا وعزا وكدت لفرحتي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبي حريم بالمسلم ومن كان الله عز وجل وليه أن يفتخر يعني الله أكبر يعني من أكبر من الله عز وجل فأكبر عزة هي عزة المسلم بربه لا بأس هذا شعور إيجابي هو من الانفعالات الإيجابي الفخر بدل أن تفتخر بشيء تشوف نفسك فيه على خلق الله عز وجل لا تفتخر افتخارا يضعك أمام الله عز وجل ويعزك بحول الله وقوته عند خلقه بعد ذلك نأتي للانفعال الأخير وهو الحب والرحمة أنا بأعتقد أن هذا هو ثمرة الثمرات وهو النتاج لكل ادعاء للإيمان يعني كل مدعي للإيمان إذا وجد أنه في نفسه خلل في الرحمة ألا ترون إلى صفة العبد الصالح الخضر في الرواية الذي التقاه موسى عليه السلام نبي الله موسى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما تتقدم الرحمة صفات المؤمنين فالرحمة هي الحب للجميع البر والفاجر لكنني أبغض فعل الفاجر وأحبه في الإنسانية حبا يدعوني لدعوته للخير صبر النبي صلى الله عليه وسلم على من آذاه من منافقين ومن كفار ومن أهل كتاب ليش في سبيل أن يجذبهم مرة جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فبكى قيل يا رسول الله إنما هو يهودي قال نفس انفلتت مني إلى النار نفس انفلتت مني إلى النار أفحص نفسك في رمضان وفي قبر رمضان نحن نتهيأ لرمضان بشعبان بيصوم تطوع بيزود عبادة لأن شعبان شهر التدريب المعسكر التدريبي حق رمضان عشان تبدأ الموسم وتبدأ يعني الأولمبياد الإيماني نكون قد جهزنا ففي شعبان اللي هو المعسكر التدريبي جرب نفسك وشوف نفسك إذا وجدت أن أشواقك قد زادت وأن محبتك للناس قد زادت وأن شعورك بالانتماء لهذا الكون بعناصره المختلفة وأنك تشوف أن الشمس تخدمك و القمر وياها وأن الناس المسلم حبيب وأن الآخرين ترحمهم وتقدم لكل أحد ما يمكنك أن تقدم من رحمة و من خدمة في سبيل أن ترقى به فاعلم أنك قد لامست هذا الانفعال الصالح وأنك قد عشت التقوى كما يريدها لك رب العالم إذن الانفعالات حتى بس نحسن من صورتها التي أساء أساء الناس أساء الناس لها أساءوا لكلمة الانفعال الانفعال ما كل شر الانفعال ممتاز إذا أنت أخذت منه بمقدار يرقى بك بالضبط كالبهارات ونسمع مفيصل ما تقول تفضلي يا مفيصل الله يحييت يا أختي الله يحييت تفضلي أختي كيف هو حر؟ كيف هو حر؟ هو حر؟ أمفيصل 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 هو حر أنت إيش تبتسوين؟ هو حر ما نملك إحنا الناس والله الرسول ما يملك الرسول ما يملك الرسول يا أمفيصل لا يملك أن يصلح أحدا ما نقدر نصلح زوجك إحنا نقدر عليك أنت بس لأنك أنت دقيتي واستمعتي وتعاملتي أنتش تقرأ نسوي الحق نفسك؟ ما نقدر ما عندنا حبة ولا عندنا إبرة عندنا شيء نقويش أنت ونقولش خذي قرارا ما الذي تريدينه يا أختي؟ إيش تبين؟ إيش تبين؟ يعني خايفة من الطلاف أني أثر على الأولاد على نفسيتهم إذن لا تتطلقين؟ يعني أريد أرضيهم النفسية صحيحة بس ما ضبوط شغلك مو ما تقدرين؟ مو ما تقدرين؟ خاول أزمع من الدكتور يجعل قصقات الأستابة لا لأنني سيطبقني ألم دائما سيجرحني في بيت عملي أمفيصل خايفة أنا أعيش نفسي بخير حولي أخواني خالي تترى أني ما حيش نفسية صحيحة وجاوض وأبطعك وأثورت ويا لكن كل غلطها ويا يورا الثاني يعني دائما يبقى أني أكثر من هو هذا؟ من هو؟ دائما يبقى أني ينوه يا بعد من هو؟ من هو؟ أمفيصل أمفيصل ماله وماله أنت قاعدة تضيين وقتك يا أمفيصل يا أمفيصل اشتغلي على نفسك أنت الآن تقولين لي أنا ما أقدر أنت موش ما تقدرين؟ أمفيصل أنت مش ما تقدرين؟ يعني أنا ما أقدر أقدرين ما تريدين مش ما تقدرين؟ تقدرين كيف ما تقدرين؟ غيرك تقدر لو اشتغلتي بالمقدار الكافي تقدرين أنت ما تريدين؟ تريدين تتغيري أو ما تريدين؟ دكتور لا تخم عليه دكتور أسمعيني يا ستين أريدين تتغير تريدين؟ دكتور أسئل السؤال أسئل السؤال أسئل سأسئل ما يخالف عمنا الناس تستفيد أسمعيني يا أمفيصل عمنا الناس تستفيد أنت تريدين تتغيرين؟ حاضر 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 أمفيصل 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 أسمعيني بس إذا كنت تريدين تتغيرين لا تضيعين ولا دقيقة تفكرين في زوجيش ولا دقيقة تفكرين في زوجيش ولا دقيقة حرام تضيعين هذا الوقت في التفكير في زوجيش فكري كيف أكون أقوى كيف أكون أكثر صبرا كيف خطة اللي أنا حطتها أن أصبر حتى لا أهدم نفسيات أولادي كيف أتحملها لكن أنت قاعدت تكون شوي تجنحين للعواطف ركزي على ما تريدين أنت لا تريدين الطلاق حقك لا تريدين أنت تختاري لكن مش في ناس الوقت تريدين أن تعودي لأيام الرومانسيات ما نقدر عموما الأزواج يحترمون القويات كوني قوية لا تحاولي تكوني قوية أرجوكي أنا ما حب كل ما تحاول كأن واحد يقول الطيار يقول لنا سأحاول الهبوط ما يصير معناها في مصيبة بالطيارة يا أم فيصل لا تحاولي تتغير الأفضل أرجوك يا أم فيصل لا تحاولي أن تتغيري للأفضل بل تغيري للأفضل لا تحاولين المحاولة فيها شك وضعف وانهزام تغيري بإذن الله مش تحاولي أنت مش كل شيء منك تحاولي ما بديك تحاولي بديك تتغيري سامعتني يا أم فيصل رحتي أم موجودة طيب دكتور سامعتك الله دكتور سامعتك دكتور أي بس تغيري لا تحاولي لا تحاولي تتغيري أنت بدك هذا وانت رمانتين بفرديد ما تلزم مونتون العلمتون هالشكل رمانتين بفرديد ما تلزم طب تلزمين رمانتين بفرديد ركزي على رمانتك واترك الثانية لعل الله يجيبها أنت بدك هذا وهذا 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 مشتتة ركزي على الرمانة التي تريدين بإيد وحده رموانا وحده بعدين يصير خير فضح ما علي يا شباب ترى الحماس It's a kind of therapy يعني احنا هو مو بس أجوبه ما هو جزء من هذا يسمونه الرياليتي ثرابي قد شرحته لكم فيما مضى ومستعد إن شاء الله أوسع النقاش حوله في الحلقات القادمة إن شاء الله تفضل يا ستي يا فضح السلام عليكم عليكم السلام يا ابنتي يا فضح دكتور أنا عندي مشكلة سلامتك مع أمي أو مش مع أمي يعني في البيت تواجهني كل يوم تقريبا أنا أمي حاطة علي أنا وأختي الأصغر مني شغل اللي يختص فينا لكن إحنا أحيانا يعني صار في مشاكل ونتأخر فيصار في شجارات بينه وبين أمي جميل فأنا أحيانا 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 أمي تقريبا قبل أسبوع قالت لنا أنه خلص ما بيكم تشتغلون فإحنا عصابنا لأنه ما نبي أمي تقوم بشغل البيت طابعا لأنه نأيدها ندخلينا نشتغل لكن يعني ينمل منه جميل لكن أنا أحس بعد ما قلت لنا ذا شيء ما راحت تقول لنا قموا بسوى والشغل خفت الخلافات فأنا بحلعة سني أتأقلم مع هذا الشغل أنا أنا أسألك يا فضة بنتي أنتوا يعني فرحتوا لما قلت لكم لا تشتغلون طبعا لا فأنتوا خفت الخلافات وتميتوا تشتغلون أي وهي سكتت عنكم أي يعني ما تقول لنا قموا بشغلكم ولا شيء وتشكركم إذا أنجزتوا هي أي أي طبعا إيش المشكلة عين اشتبين بالضبط مني شو ممكن أن أساعدتش فيه يعني أنا يمكن أن أنا أخف لكن أختي حلمك تأبة من الشيء يعني خالف منه أنا بس نبي على الأقل أنت أقلم مع الشغل أو أن يكون في حل وسط بيننا وبين أمي يعني أنتوا ما تابون أمكم تتكلم ولا ما تابون الشغل يزيد ولا شو اللي مزعجكم مع نشوتي لأن في غيرك بناتي الحين اللي كبرت قاعدين يسمون أبي الناس تستفيد شن هي مشكلتك أنت بالضبط أنت مشكلتك يا فضة ما هي أنا يعني أنا أنا مؤمنة أنه لازم أنا أقوم بالشغل هذا وأنه ما رح أصير بنت سانعة إلا لما أقوم ذالشيء لكن مشكلة أنه أنا أمل منها أهم وأمي تقول لي أنه حسي بالمتعة في الشغل أنا ما أحس بأي متعة السلام الحين حطيتي إيدتك على جرح أقدر أعينتك عليه إن شاء الله أبشري أبشري حاضر بعد الفاصل إن شاء الله أعود إليك إن شاء الله فضل الله يحييكم قد يستغرب البعض منكم طريقة معالجتي لمشكلة أم فيصل وغيرها ممن أشعر أنا أنه تبرمج على الحزن وعلى اجترار الحزن وعلى الشكوى ابتغاء التعاطف دون التفكير الجاد وتسمحيني لمفيصل في سؤال ما هي المشكلة اللي أحتاج أن أعمل يعني عملا إيجابيا أو إجراءا عمليا لحلها في منهجنا العلاجي اللي اسمه العلاج الواقعي اللي هو ياي من علم النفس المعرف إيه إحنا نستهدف العقل مهما يكون انفعالك مهما يكون انفعالك مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر وتلطم تحث التراب على رأسها قال لو صبرتي اسمع حديث صحيح وعجيب طيب غرقانة في أحزانها وتلطم قال لو صبرتي قالت إليك عني فإنك لا تعرف ما أجد فانصرف النفس معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صرف مش عنها فقيل له هذا رسول الله كان تنتبه لأن الإنسان يملك القدرة أن ينتبه حتى في أحلك الظروف إلا إذا تبرمج وصدق نفسه وصدقه الناس وقاموا الناس يجارونه في أحزانه حتى هو ما يعرفش يبيه يعني ضيع قام بدل ما يحل مش كلته قام داش في برمجة الحزن واللطم إلى أن يموت عشان تلحق النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أصبر أحيان قالت الحين قال إن شوف 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 الكلمة التأديمية عشان يوريها اختياراتها في أحلك الظروف إنما الصبر عند الصدمة الأولى شوفوا هذا لب لب فكرة العلاج بالواقع لب فكرة العلاج الواقعي إن اسمع لا تفقد اختياراتك حتى في أحلك الظروف يعني أنت في بالك لما تجي تبكي 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 حلتش والله كأنها سيارة مغارزة وتفتربوش توائرها عجلاتها قاعدة تحرق نفسها الذي يوجهك هو الفكر والحركة إما أن تفكر بمنطق وتضع خطة وأنا أعتقد هي عاقلة مفيصل لأنني قالت أنا أبي عيالي والأمر الثاني تسوي حركة شنو الحركة تروح تدخل لك في جمعية تطوعية في جمعية لحفظ كتاب الله في جمعية نفعية من أي نوع تشغل طاقتك أن لا تفكر بالمفقود فتحرق الموجود مش قلنا تو لا تفكر بالمفقود ما هي أم فيصل يا أم فيصل أنت تفكرين بالمفقود حتى خسرتي الموجود صار الدنيا كلها سعودة يبه هذا عديه راح واحتسبي أرملة أنت أرملة أنا بقولش أنت عين أرملة أنا بكيف نسي على أنني بلا زوج تقول أشوف واتلوع أقول الله شوف كلما زدت ضعفا بهذه البرمجة الكائبة كلما زدد لك دوسا الله عرف الحبيب مقامه فتدلل يا من هواه أعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني أفاء أفاء يا من فيزم مو أنت اللي شدي عزي روحك حبي روحك استمتع بعيالك استمتع بواقعك استمتع بواقعك تهني في واقعك أنسيه والله العظيم أنك إذا زهدت فيه ازددت عزا ما نبتت وحنش قلنا ما بسقت أغصان ذل إلا من بذل طمع ماهو طمعش فيه هو الذي يوراه أنك ذليل خداسك يبال أحد يطمع بأحد اطمعوا بالله عز وجل واستمتعوا بالناس عيشوا معهم ولا تعيشوا لأجلهم ما حد يسوى أنك تحرق روحك على شانه استمتع به هو شاه هوه تمتع به ما حصل يبال تمتع بغيره بس لا تجيب لنفسك الأحزان أنت قررت قرار عاقل أن هذا الزوج لا يصلح ولكن أنا أنا بقعد عشان عيالي خوش قرار إش فيتش هو أنتي هم أبي يحرني يبط شابدي يبقى ألغيه مو يقولون طنش تعيش وتنتعيش هذا السياقة هذا السياقة الصحيح هذا السياقة الصحيح لكن اسمحوا لي يا مشاهدين الكرام ويا مفيصل أحيانا الواحد من كثر البرمجة اللي عنده الحزانية يحتاج واحد يقول له أوقف 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 لا تقعد تهوش علي أوقف فكر أنت قاعد تضحك على حالك روح روح دق على برامج أخرى يسمعون تعاطفك أنا ما سمعت عاطفك أنا أقولك أنت أشتبي حتى أساعدك شوف أنت طول اليوم أنا أعرفه طول الليل بالحارة وبالفريج وبالعمل قاعدة تبجين وتلطم وين وغير يقول لي والله يا مسكين خيا يا خيا يا مسكين الله أكبر الله سوى فيتش عندنا هنيل أسف نقولش كيف هو حر أنت أشتبيين هو حر أنت إيش عايزة لحظة لحظة تكلميني عنه هو اختار اختياراته ما هي اختياراتك يلا خلني اشتغل عليها الآن ولا تحاولين بل عملي افعلي ترى مثلك يا فيصل والله يجزيك ألقير لأنك شجاعة مثلك مئات الآلاف اليوم إذا مملايين من الذين ناموا على برمجتهم الرديئة من حزن ومن غضب ومن حقد دون أن يفكر إيش هي المشكلة طب شنو ممكن أسوي بشأنها طب مرة رسولة سلام جاء جاء للغاظ للحزينة وقال لها اصبري طب هو في عقل ايه والله في عقل أراد نبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر تلك البرمجة وأن يخليها تنتبه إلى أنه عندها اختيارات حتى في أحلك الظروف من معنى يا أخي اليوم مخرج ما اسمه؟ ونعم بم علي تفضل يا أم علي السلام عليكم الدكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله عافية ان شاء الله ازاك الله خير على البرنامج الله يحييت يا أم علي والله أنا شكلته مع الأولاد عندي أولاد مرهقين أي يعني السنوي يعني بس مشكلتهم هذا البيري اللي ما اسكين في يدهم يعني ما يسيبوا 24 ساعة يعني ولا أي شيء طيب ولا أي شيء حلو ممتازم علي والله هم أحرار صراحة هم أحرار طيب أنت ايش عايزة؟ يعني أنا يعني أبغىهم الصلاة يعني اجتموا في الصلاة اجتموا في البيت من هو القائد من هو القائد في بيتكم؟ والوالدهم إن شاء الله بس وانتش تشتغلين عندهم؟ لا إن شاء الله معهم بعد إذن أنت قائدة صحي؟ أي إذن أنت إيش عايزة الآن كقائدة؟ يعني أبغى توجيه أبغى كده يعني شيء يعني حاضر حاضر يصرفهم عن هذا يعني في يدهم هذا على طول 24 ساعة أنت قوية كأم؟ بإذن الله إن شاء الله تقدرين تقولين البيري هذا يطلع ساعة باليوم؟ إن شاء الله بإذن الله وعندك مكان تخبين وتقفلين؟ بإذن الله إن شاء الله من يكون صيفا غبيا أو أن يكون صيفا ذكيا ونريد لصيفنا أن يكون ذكيا ونريد لرمضاننا أن يكون تقيا فبدنا نستثمر الوقت ونقننه لا بأس بالبيري ولكن سنقنن البيري وكلام منهم وكذا ثم قرار بعد ذلك تقدرين؟ أيوه طيب إذا بكوا وعيطوا وقاموا ويتشنجون وقالوا ونفعل ونفعل ونضرب ناسنا بالحيط؟ لا يعني خليهم يرتبوا نفسهم بعدين ممكن نعطيهم طيب ما رح يقتنعوهم ما يقتنعوا يوم بهذه الأمر كم حيطة عندتش؟ كم حيطة؟ حتى يوم الاختبارات كان يعني مشكلة يعني كم حيطة في بيتكم؟ في كتيه بس خليهم ماشي؟ أيوه ماشي؟ أيوه أيوه فإذن لما نجي ونناقش ونحاول ونأخذ القرار القيادي السيادي لأن هذا بيتش الذي من شعنها أن ينظم أحوالهم نشرح ما أنا هي مش ديكتاتورية هو شرح ولكن نقول لهم سمعوني هذه أنا مسؤولة أنا مسؤولة عن تنشئتكم أنا مسؤولة عن هذا الوقت الذي يمضي دون أن تنمو أنتو أيوه أنتو ما زلتوا تحت طائلتي تحت طائلة مسؤوليتي أنتو تحت طائلة مسؤوليتي فخذي قراراً قيادتي أنا أعتقد تحتاجين لش دورة في القيادة التربوية وفي بناء الذات وش شوية تتقوي علشان شوية يقوى قلبك هم؟ وتأخذين ما شئتي من قرارات بالطريقة الديمقراطية الشورية لكن يفهم الأولاد يشم الأولاد أن أمنا تغيرت ما عادت تلك الأم اللي نضحك عليها بدمعتين وبصرختين وبطناش لا ما عاد عادت الأم اللي هي مصرة على ما تقول وتنفذه فيتشادة يا أختي أم علي أيها أسمع جوابها قالت إيه تفضل من معناه السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا أختي أهلاً يا وفاء حياتش الله حياتش الله يا وفاء دكتور أنا بشكي لك وضعي بعدما درجت أنا رحت أدرج من خارج ولما رجعت ما تقبلت الوضع بالبيت يعني كأنني حس باستمرار أنا بضايقة ومعطبة والأوضاع ما تعجبني لأنه تغير يعني تغيرت يعني معاييرك شوية ذوقك تغير وأهلي أحس هم يحسوني أنا غير صرت عصبية أدري يعني فيروس مثلا أصابك ولا مرض ولا إيش وحتى دكتور يعني حسيت يعني من كثل ما حس المضايقة نفسيا أصابقني الأمراض يعني بدنيا أكيد 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 آه يسمونها سايكو سوماتيك أكيد أبدا أعرف أنا طوظفت جنب المنزل هل أنا انتقل عشان يعني أحصهم يعني لما أرجع لهم في نهاية الأسبوع في لحفة عشان يشوفوني أو أضل معهم بيتقبلوني بعد فترة أما يعني مجمونا تقابلينك يعني تحسين أين يحبوكي؟ لا هم يحبوني بس يعني يضايوا أن أنا عصبية صرت يلوموني على أشياء أنا أعتقد أنا مع أن تنتقلي ولكن مش من بيتكم ولا مش من وظيفتك تنتقلي في فهمك للمشكلة من كونك ترمومتر أنه بتعتقدي أنه في شيء صار وهذا الشيء غيرك إلى ثرمستات تعرف الفرق؟ ثرمستات هو متحكم في درجة الحرارة الثرمومتر هو متأثر بدرجة الحرارة أنا أعتقد أنت عدت بعد الذوق والتغيير في الجو العام الذي عشت في الغرب حرية على شوية مرونة على 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 لما عدت الآن إلى البيئة التي خرجت منها هي لم تتغير بيتك أنت تغيرتي فأرجو أنك ما تكونين تسايرين تلك البيئة ثم تعودين هنا وتفشلين في مسايرة هذه كوني عندك الضبط الداخلي لفهم أن الجماعة ما تغيروا وأنه أي إضافة جاءت لك من التعلم خارج بلدك صارت دين في عنقك أن تؤديها للارتقاء ببيتك لنفترض أن الجو العام صراخ أو الجو العام لوم مهم هذا أو لهم يعني أنت تركت قوم وعدت لهم وهم همو 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 لم يتغيروا لكن المطلوب منك أن تغيري نفسك أولا ثم الآخرين نفسك أولا ثم الآخرين فمطلوب منك أن تتفهمي أن العمرك ما ضاقت بلادهم بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيقه يعني الآن عندك صار ضيق في خلقك والخلق بمعنى الانفعال وبمعنى الوعي اللي لديك لا وسعي شوية أنت تفهمي أنت تقبلي أنت اللي درستي أنت اللي تعلمت أنت اللي تثقفتي ما يخالف يا بنتي اقرأي واخذي دورات اليوم الدورات تلخص لش المعرفة وتحولها إلى إجراءات عملية what to do what to stop what to resume to do يعني أنت امرأة مثقفة ومتعلمة ما أنزل الله من داء إلا وله دواء التغيير يجب أن يكون الارتحال يجب أن يتقل الانتقال يجب أن يكون الهجرة يجب أن تكون ولكن هجرتك من حال نفسي إلى حال نفسي هذا سهل لكن يحتاج وقت هذا سهل لكن يحتاج وقت وقد يحتاج مرشد يعني قد يحتاج ثرابي علاج يعني علاج نفسي لكن كثيرا ما هو إرشاد نفسي وقد يحتاج إلى دورة تكون فيها مع مجموعة من الناس لأجل أن تكونوا أقوى وأن تتخذوا القرارات التي تجعلكم في بائتكم أكثر فاعلية أنا معك في أن تنتقلي ولكن عليك أن تنتقلي من حال إلى حال وهذا جهاد وهذا أمر موجود اليوم تيسر اليوم عندنا تيسر في النت تيسر وأيضا تيسر في الورش التدريبية المختلفة المختلفة فاصل ثم نعود موسيقى بنياتنا اللي يعني بدت تكلمت عن مبوعة منتهى الخطورة سيكون لنا إن شاء الله فيه قصب سبق في التحرض له لما تقول أنا أشعر وأنا أعمل في خدمة بيتي أنا بدي أعمل لكني أمي مستعجلة تبينا نستمتع بالعمل وإحنا صراحة نتأفف ومنه ونتضايق أنا هنيك يا بنتي لأنك جالسة تعصين نفسك وتقومين بعمل وأنت له كارهة وهذا من أعظم ما ينمي النفس ويقويها أن تعصيها وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن هما محضاك النصحة فاتهمي ترى ما هم ناصحين فأنتي قاعدة تمارسين شيء يسمونه طاعف المكره يعني تطيعين في أمر تكرهينه وهذا هو اللي يسوي العظماء عظماء العظماء ما صاروا عظماء إلا لتحمل المرار ولأنهم قاوموا أنفسهم وقاوموا شهواتهم فملكوها ملكوا شهواتهم ملكوا أربهم فأنا أقول هنيئا لك نعم أنا لست مع الوالد الذي لا يشكر أبناء ولكن عندك أمك تشكر وأنا أيضا وأنا أيضا لست مع من لا يناقش أولاده وإن شاء الله أحسب أن أمك تناقشك يعني فيما تقدمه لكن ناقشي أنت واختش الآن تبني ما يخالف اختش حتى له هي أكبر منك أو ما عرف هي أكبر أو أصغر ولكن قولي لها يا أختي نحن نقوم بالشي الصح أمي خل ترى أفعالنا فتتوقف وعاملوها بحسنة ولا تصير مسألة شخصية ولا يتخلون الشيطان ينزغ بينكم تمام وكونوا أنتوا مطلوب منكم ترى الشاب مطلوب مننا في منطقة من عمره في مرحلة من عمره أن يقود بيته ترى الشايب والعيوز وانولهم يطيعون فنبي العيال يأخذون زمان من مبادرة يساعدوننا يشيلون ويانا شيء لأوضاع بيتكم النفسية بادروا واحتسبوا العمل لله عز وجل وعملوا لأنفسكم وعشان أمكم الله يقولوا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجراء فظلوا بحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكتور بنمر عليك يعني احنا مستعدين بالأراب و احنا أولهم يعني هاني سر الحضور والبهج اللي حضرتك انت تعتقد أنا ما عندي أحزاني أنا مومة هاوش معمرتي قبل ما أطلع من بيتي ولا عندي ديون ولا عندي عيالي عصون ولا عندي شو الدنيا وهي شي اسمها دنيا اسمها دنيا لكن لكن السعيد يا أبو أحمد السعيد يا أبو أحمد هو الذي يتعامج يسير يرهى ويركب فوق ظهرها شفت اللي يتصارع مع التنين وغلبه يركب مع التمساح ويقدر عليه معافر يا معافس الدنيا معافس حنا انت عافس وياها معافس فما في شي اسمها بلد في حزن وبلد في فرح خلنا نعطيك هالقصة يا أبو أحمد يا أبو أحمد عندكم في العراق في البصرة أبو سعيد الحسن البصري سمع عن قوم ألقوا واحد منهم بالزبالة ليش في مرض الجذام وكان أسود اللون وأعمى ومجدور يعني فيه جدري ومجذوم يعني الحمى يتساقط الجذام هو فيروس يقطع اللحم ويقطح يتقطع فراحوا لهم من رامينا بالزبالة له فارشي الله فراش وقاطينا والمسلمين يقطو له من بعيد أكل لأن المرض معدي فجاء الحسن البصري وأصحاب له بزاهم الله خير جاء الحسن البصري وأصحاب له وأقاموا بشأن هذا المجذوم ونظفوه ومسحوه ووكلوه وبحتين من كثر ما من كثر ما قاموا فيه تبي شيء تعمر شيء غلق خرط لك حاجة وخروا عن الزبالة شوية وحطوا لعريش قال لهم هذا المجذور العمي الخرش المجذور يعني فيه جذري قال يا بطالين أما عندكم من شغل لتشغلوني عن ذكري وعن أورادي وعن راحتي مع ربي يا السلام يعني بالله شكثر بؤس من هالشكل ولكن أنواره داخلية لأنه عرف أن السعادة هنا والسعادة لها حبل موصول والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق شكثر أكو أنفاس خلائق هناك طرق إلى الله عز وجل كل واحد له طريق توصل إلى الله تخصه فنترك بس شوية الإحساس بأنه في بيئة كئيبة وبيئة كذا أخي احنا عيشنا الغزو وتعرف الغزو من جانب وحمدها عنه وياكم كرة هنا لكن أنتو بتليتوا فيه وإحنا بتلينا بكم فيه تمام ولكن والله الذي لا إله أنه نفسيات الكويتين ذاك اليوم وشعورهم بالأمل وشعورهم بماكو شيء يعني ذاقت السبل إلا الله فأنا يا أهل كريم هذا اللي قلع نقوله أنه راحة البال راحة البال هي صناعة أنت أخي اشتغل اسأل لله عز وجل واجيب الصورة الإيجابية كل ما جاء الحزن نقوله رد يا الحزن ما نبيك رد وراك رد وراك رد وراك نبي تعال واستدعي أفضل أيامك وأفضل نجاحاتك لا تقول لي ما عندي وإن فضل الله كان عليك عظيمة وكان فضل الله عليك عظيمة بس استذكر استذكر عندما تستذكر يا أبو محمد هتجي الصور الإيجابية الصور الإيجابية تجي بطلبها التاء هذه للطلب تفائل يعني أطلب الفعل أطلبه لا تطلب الشأم نعم ولا تسمع لللي يسود العيش عليك روح دور المتفائلين وحرص عليهم تفضل لي من معي يا أخي أم محمد حياة الله يا أهلا أم محمد يا أهلا أم محمد الله حياك دكتور زالمك يعطيك العافية على البرنامج الله يحييتي سلم سمعونا بس على الشطة لا مشكور دكتور يا أشكرا دكتور أنا تزوجت ويوم تزوجت طلع من ديئة صالحة صالحة جدا جدا تزوجت طلع الرجل صالح نعم ديئتي أنا صالحة جدا يا الله من فضلك ايه؟ اتزوجت وأخلصت جدا أخلص مطبع زوجي و لما عمره الوقت اكتشفت أشياء مزينة أنت أخلصت لزوجك أخلصت لربي والله في شيء غلط في النص عيدي العبارة عشان أشوف أبيش تقول لها صح أنا عندما تزوجت أخلصت لا لا أقول لي أخلصت لربي أخلصت لربي ولذاتي بحسن التبعل يعني سويت اللي يصلح لأن أسويه كمرأة صالحة وأنا ما أخلص لزوجي أنا لو منش ما أخلص لزوجي أخلص لربي وأسوي الشيء الصح اللي يليق بي لأن البشر مو مأمونين معي يا بنتي ايه معك تكتشفت اكتشفت و اكتشفت ومثل شوائد تكتشف أنه دجال أو أنه عنده بعلاقات مجريبة ايه بس تكتر أنا نهارت جدا أنت نهارتي ايه لأنك أخلصت لزوجي أنا ما بيش تخلصين لزوجي غلط لا حد أخلص لزوجي أخلص لنفسك اليمام علي بن أبي طالب يقول أنا ما أحسنت إلى أحد قط ولا أسأت إلى أحد قط قالوا كيف يا أمير المؤمن قال اقرأوا قول الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أبيش و أنت تسويين الشغل لزوجي تسوينا حق نفسك لله عز وجل أنا صرت كذي هاي باي أنا صرت كذي لما نهارت و ضاعت أحسنت هاي باعت لا بس مون تسوينا انتقام لا تسوينا لأنك لأنك تستاهلين أن تسوينا المعروف لا تنقصين إذا قررت يا بنتي أن تستمرين معاه و أن تصبرين على أذاه و أن تحتسبين عسى الله أن يهديه لأن عندك قرار ثاني أنك تفاصلين عندك أنت عندك الختيارين ترى مو غصب الزواج مو غصب عندك تستمرين أنت تشتبينا حين تستمرين و لا بتقطعين لا بأكمل لك السالفة دكتور تفضلي دكتور أنا طلعتك مرة قلت الواحد يعيش لذاته صح و مشيت على هذه العقبة شنو قلت بينه بالنفسي الغلط مو فيني فيه ما سمع و أنا تزوجت عشان نفسي عشان أستقف أنا و أملك مملكة و أملك عيال حدل بس دكتور أحيانا أضعف جدا أنا عشت شدي صح و غيرت نظريتي و خليت قلت قلت باعتيني مو فيه و قويت قوة جدا قويت يا سلام عليك بس دكتور أحيانا أضعف طبيعي أنت مثلي و مثل كل من خلق الله نضعف و ننتكس نحزن فنقترب من الله فيمدنا بالطاقة و القوة و هكذا هيا شديد دنيا ما اسمها دنيا مرة ثانية فإذا ضعفتي يبه فارجعي لله عز وجل و انكسري و لا بأس أن الإنسان يشوف ضعفه حتى ما يطغى بعد لأن ترى الإنسان إذا ظن أنه أنه هو هو أن رآه استغنى الله يقول يعني صار عاد أنه أنا خلاص أنا جبار أقدر على كل شيء لا ترى يطغعد يروح ينتكس يروح ذاك الصوب صوب الطغيان و الفرعونية و الصنمية لا احنا نبيش تضعفين حتى ترجعين و هذا طبيعي لكن ليكم غالب أحوالك القوة ثم تتبرمجين عليها و تعرفين تنكسرين أمام ربك ها نحن قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات السبع و عشرين على مدى ستة أشهر و أنا أشكركم الحقيقة على استضافتي في صالاتكم و في أماكن جلوسكم و على صبركم علي و تحملكم لي و أسأل الله عز وجل أن يأجرني و إياكم على ما قلنا و ما سمعنا و على أمل إن شاء الله أن ألتقي بكم في موسم آخر و أدعكم و أبارك لكم بالشهر الفضيل و أسأل الله عز وجل أن يزيد من مساحات الراحة في أوساطكم في عقولكم في صدوركم و في كل ما من تختلطون به و إلى لقاء إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر عز وجل شيれた ترجمة نانسي قنقر الترجمة نانسي قيز أحد المغذclock و أنت في أ Past concepts هنا له